ماهر عطار مصور روان ناشر رحم نحكي معه عن بيريتيوس اهلا وسهلا فيك مصور يعني عنايت كتير ومرأت بكتير من لما كانت مصور حرب وسفرت ورجعت لحبيبة قلبك بيروت وهلأ عم تعمل هذا المشروع كله ومن بعد انصبت كمان نصبت برأسي وصحصة بأجري بثلاثة وطمينة يعني أول ما بدأت شغلي كمصور صحفي وكنت بغيبه به وفلت بعدين بالتسعين بعد الحرب يعني آخر شي فشفت بيروت عم تتكسر وتتدمر ورجعت من ثلاثة سنين أربعة سنين تقريبا على البلد وكان عندي كتير ركول على البلد وما كنتنا بقدر أتقبل إذا بدك هالفوضى اللي تركتها مدمرة ورجعت لأيتها أكتر كانت ناختصبت بيروت وأنه نهكت من أحزاب ومن دول ومن سلطات فطلعت معي الفكرة هي أني جسد بيروت بشخصية امرأة أولا هي الشابة اللي يمهنة والجهلة تحيي كان مفروض تجي معنا اليوم تحيي وبوثي وكل التأدير اللي يمهنة يلي منشوفه كمانا بعمل الأعلامة الرائعية اللي عم بتقوم فيه ليش هيا لأنه هي سوري ليش لايا لأنه لايا قدرت جسدت يعني كانت الشخص طريبا اللي أنا كان براسي الشخص الشكل الشكل والشخصي هي صوت وصورة ليا يعني مضمون وكل شيء من خلالها كمان إذا بدك خلاءة شخصية ماريان اللبنانية أنا متأثر كثير طبعا بان 25 سنة عايش بفرنسا وكنت بشتغل بوكالة سيكمال التصوير الأكبر جركة التصوير كانت فكتمت أثر كثير بالماريان دو فرانس وحبيت إذا بدك مع شوية ركول أن أخلق الماريان اللبنانية اللي هي رمز الثورة ورمز الحرية طبعا ماريان دو فرانس بالأساسي اللي هي رمز الثورة ورمز الحرية وكل شيء فهيك خلق معي الموضوع وبلشته قبل ما يصير الحراك بالشارع بلشته بجبيه الماضي بايلول وهو عبارة عن أول لوحة كانت اسمه الحرية وثاني لوحة كانت اسمه الاستقلال من ضمن هذا العمل الفكرة الأساسية هو مثل ما قلت لك أن تشوفي بيروت اللي اختصبت وانتهكت على مرور الوقت أهل تركوها ويعني ما عدوا إذا بدك عم يجي ناس غيرهم يعدوا محل محلهم بالأحرى ومحد عم يهتم فيها حتى نحن أهل لبيروت كمان نحن إذا بدك تخلينا عنا وما عملنا نترك سبيلي تتكوم فيها وإلى خيره فكله إذا بدك هذا كان عامل أعطاني إذا بدك قوة ودفع أكتر أني انطلق بمشروع اخترت ليا لأنه الشكل هيك هو مثل الشكل الذي كنت متخيله ونحن نعرف أن المصور هو فنان يعني عنده ميوز عنده المصدر الوحي يعني كانت ليا الميوز طبع كنيلة بس كيف اخترت المواقع يلي صورت فيها أكيد رح من بلش نشوف الصور سوا المواقع كيف كان تم اختياره قدي أخذ وقت هالبروجي يعني المواقع بصراحة أنا بعمل سكاوتينج تقريبا لك كرميل كل صورة سكاوتينج بعمل فتش بدي تقريبا ثلاثة شهر لحضر كل صورة هذه صورة نحن نشوف نحن صورة الاستقلال هذه اللي عملتها أنا كانت تطلع بوقت الاستقلال وهي بتعني بتشوف كيف الشباب يعني الدول بمسلوا بالنسبة لي الدول أو أحزاب كلها بدأت تناهجها لبيروت وبيروت بعد ما زالت صامدة وافعة عروس صبيعة وحاملة العلم وأول واحدة هي ماريان اللي هي خلقت فيها صورة الحرية اللي هي خلقت فيها صورة ماريان شخصية ماريان هلأ من ضمن هذا العمل هذول اللي يسمونه الماستر بيسز هذا يعني كل صورة بتاخد معي ثلاثة شهر شغل تقريبا وتحضير وصوصا أنا عشتغل بتكنيك كثير قديمة تقنية قديمة فيلم يعني رجعت أصلا لأنه أنا يعني من الأوائل بالتصوير يعني من الجيل القديم بسبب التصوير فحبيت أعطي هالنوع من الشارم للشغل ويكون قلوه شوي بعيد عن التكنولوجيا أبدا ليس ديجيتل أبدا ليس ديجيتل كله فيلم والبروزيس كلها برجع بحمد الأفلام برجع عمله سكان حتى أعطيكي هاله هو عمل فني بحث هلأ وفيه طريقة تانية يعني فيه اسم تاني بيروت منشوفها كمان بلباس بفستان أسود أخذت على الأماكن اللي بعد فيها الحرب بعد فيها أثارات للحرب وفيه فرسك بعد على الحيطان مثلا من الوقت الانتداب أعفوان الاحترال كان السوري بتلاقي على المكتوط شغلات على الحيطان مكتوبة فمنشوفها بيروت قد شي منهكي بفستان أسود وفيه بعد طلقات بعد ما نشوفها على الحيطان خلينا نشوف كمان نحن نحكي الفيديو مكتوبة لحتى نقدر نفهم كثير كيف يصبح مكتوبة تحضير صورة الاندبندس بتشوفي قديش كيف العمل ليش يخذ وقت المكياج يجمع الفريق كله بمحل أول شيء وطبعا بتم عملية المكياج والأفاق السبيسيال على شو بولو كيف نعملون مثل الجروح وهيك على وتوسخ نبصخهم للشباب يباينوا أكثر أجسامهم وعم نفرج شوي كمان التكنيكية اللي استخدمتها برأيك مهر انه التكنيك الجديدة أو التكنولوجيا الجديدة ما بتقدر تفرج هالفيلينج بالصورة يعني عم نحكي شوي هون عن صورة بالصورة كلها مشاعر يعني ده ما خاص بالعكس لاني أنا بلا فيك تعمليها بكاميرا متطورة كتير بس أنا كفنان حبيت يعني حبيت إذا بدك أعطي تتش تبعيتي أنا المميزة يعني أنا بحب الجرام بحب الجرام بصورة ما بحب البرفاكشن بالصور الثاني إذا ما رأوا هلا اللي هن خبرتك عنهم اللي هي لابسة تكون لها بفلسطان أسود وعم نشوفها يعني يعني ياريت ياريت يمروا على الصور لأنه كتير رح المرق الصور لأنه عم بفسر على يونمار بدأ نشوفهم شوي قدامنا لأنه بتشوفي فيها قديش هي شخصيا برجع أقول لها هي بيروت قديش منهكة وتعبينة عرفتي كيف ولا ما في برفاكشن بالصور يعني أنا بفتش دايما على نو برفاكشن بالصورة حتى تعطيني بس مبينين برفاكشن الصور يعني أول صورتان اللي شوفناه هون هنالصورتان منفكر كأنهم ملونين يعني كأنهم مرسومين رسم يعني كيف بتقدر تطلع هالإفه هيدا ماهر إذا بتلاحظي مثلا في صورة أنا كان بدي غضب السماء كان بدي فرجي أنه في غضب في غضب علي يعني السماء غبيني على بيروت علينا مش على بيروت علينا نحنا كناس لأنه نحنا يعني كيف جهلناها لبيروت ونزعناها وخربناها نعم فهيدا العامل يعني نهارتا لعب معي عامل الحظ إذا بديك لأنه أعدت أكثر من سبع ساعات هل قبل بلاي طبعا هل قبل بأسبوع خلال أسبوع كنت كل يوم كل يوم وروح نفس الوقت تبع التصوير الشباب وليا كنت تعرفي أنه قد يوقفوا على الصخرة هذه ساعة ونصف مقافون نفس الوزيشن حرام نفس الوزيشن حرام لأنه كلهم أثليثة ليه؟ ليه هالأد بدأ يعني لحتى تأخذ اللايتينج المزبوط اللايتينج المزبوط يعني أخذت اللايتينج طبيعية نعم نشوف هون اللوموغرافي هؤلاء المعمولين بطريقة اللوموغرافي اللوموغرافي هي عملية إذا بدك تصوير بداية جدا جدا وما في برفكشن أبدا لا نشوف أصدنا أذكر هك بصور كما لا نشوف سمكرنا بصور العرب هكذا لكن هناك ملك نحن تجسدني كما أنا اللي بديه إذا كنت تلاحظي نحن أصبح ملك هكذا كانت خلقية انت عم تحكي تكنيك لأنا نحن نشوفي لها بك جميل لا نحن نحن تحكي نحن تكوى بل كانت خلقية لا أنه يوجد عبارة إذا أريدك 100% لا يوجد عبارة لا يوجد عبارة هذه الفكرة منها ماذا نفرج لك؟ هنا أيضا نشوفها ضائعة بيروت بمكان من الحرب منهكي ضائعة لحالة هنا لعبت على أسد أكثر أكثر كمان بخش برصاص بس نشوفها مرتين نشوفها كيف تطلع فيها بصورة تانية بس فيه تعب هي منهكة بيروت منهكي هنا في صور تانية منتهكة منتهكة الاثنين بالعكس بعدين نشوفها كمان بطريقة بصور تانية يعني فيه عمل يعني جربت تتفرج كمان من خلال الصور هو في بلاك ان وايت عندك بيروت بالأسود بالأبيض يعني بالأسود نشوفها إذا بدك ما بحل الكلمة بس كانت هي مختصة ببيروت عرفتي كيف ما هو هي هي مختصة بالأسف يعني نشوفها كيف فيه فيه ضائعة هي اسمها اسمها السيارة هي لقيتها بمكان بالصدفة أنا ويا عم تمشى كنا ببيني تطلع على أربع مرات وطلعتنا طلعنا هالحاية هذا وكانت هي هالسيارة شايف كيف العلم حملته شايف دائما من شوف العلم بمعظم الصور شايف كيف مستوط على هذا بس حتى العلم بالأسود والأبيض فينا لونه بس هي الفكرة أنه ما هو بلاك ان وايت شارم طبع بلاك ان وايت أول صورة أنا عملتها الماستر بيشي هؤلاء غير من الماستر بيشي الماستر بيشي هنه الصخرة الصخرة طبعا فيه صور تانية اسمها ريفوليوشن بس صعبت هذا عمل كتبته سينوبسيس كاتبه من شهر ماي وبلشت في جولاي بلشت قبل السورة والحراكة اللي صار في الشارع قلبك حاسة قلبك حاسة كتبت سينوبسيس لعمل تصويري عمر تصويري بين كتب عادة سينوبسيس لعمل تصويري يعني بتصير كأنه عم تكتب بلان يعني أو عم تكتب فيلم أو عم تكتب هو التنفيذ هو رح بيصير كأنه يعني منشوفهم هيك بتسلسل ما كأنه طبعا هو قصة ما أنا بكرا بعمل معرض بعمل الكتاب حتشوفي أنت قصة عم خبرك قصة هو عمل سينمائي بطريقة فوتوغرافية صح أو عمل فوتوغرافي بأسلوب سينمائي إذا بدك إذا صح بالعرب المزبوط نعم أي متى وين كيف رح نشوفهم المفروض كان من المفترض أنه المعرض سيكون بشهر حزيران القادم بس هلا مع التطورات لا تنسي لك الشارع بخلين أخرت شوي بالعمل بعدني عم بشتغل بس أعطاني أفكار جديدة وعم بتغذى أكتر من الشارع هلا مثلا عندي لوحة اسمها ريفوليوشن وكان المفروض تنفيذها هلا هالفترة هذي هالشهر هيدا بس أجلت لأنه عم عدل فيها ورجعت عم عدل بكده وفيه المفروض يكون عشر لوحات بس وفيه سوق اللوموغرافي فيه أكتر من تقريبا مئة عمل سيكون سيكون عمل كثير كبير وبعدني أفتش على دعم حتى هم تسمعوا بليز إذا تريدوا كنت من قبل لأنه عمل كثير كبير عن جد وأنا أمر للتاريخ يعني أريد أن يتوثق يتوثق هذا العمل بطريقة كثير محترمة وبالكتاب سيكون فيه تفسيرات أكيد أكيد وتحليل نوعاً ما للصور لا أفعل شيء صعب أنا أفعل شيء مثل أي شخص ممكن أن أفعله بس أنه طلعت بفكرة جديدة وهو وجع هو صرخة مني أنا من الأساس يعني أنا تركت لبنان ورجعت ولقيت البلد كل ماله عم يتدمر وكل ماله عم وغرقني يعني أنا غرقت فيه للبلد وكنت على فكرة أن تريع كنت عدل بلشت فيه البروجي وكنت بدي فل كنت قلت بدي خلصه بالألفين وعشرين وبفل بطلعوا بفل هلأ؟ لا هلأ مصر أني أبقى وما أني فالي البقى وقاعد بالبلد وبدأ أكفي البروجيت وأعمل غيره كمي للبروجيت بدأ بوصي هذه ماهر عطار وأكيد هالمشروع يلي راح ننتره بيروتوس جلوريفايد سيتي مننتر لسبونسور من نادي أول شيء للسبونسور مننترهم لحتى نقدر نشوف هالعمال كله بيروتوس والاسم الروميني العديم بجماليتو شكرا لألك يعطيك ألف عافية وتحية لألك أنه عن جد راح تبقى باللبنين بريك صغير وامنشا